بمشاركة 26 عرض انطلقت فعاليات الدورة 31 من مهرجان المسرح التجريبي واللي بيشارك فيه 19 دولة بدأت الفعاليات بعرض صدى جدار الصمت للمخرج وليد عوني كمان شهد المهرجان خلال الأيام الماضية حالة من الزخم مع مجموعة متنوعة من الجلسات والعروض المسرحية عايزين طبعا نستعرض تفاصيلها وكواليس هذه الدورة مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال عبد الناصر مدير المركز الإعلامي للمهرجان سبع الخير يا حضرت صباح الخير أهلا بحضرتك بكل سادة المشاهدين أهلا بك يا فنان أهلا بحضرتك إيه الجديد اللي قدمته الدورة دي؟ والله الدورة دي أولا عدد العروض السنة دي أكتر من الدورات السابقة بالإضافة لأن المهرجان رجع لعدد الأيام بتاعته اللي كانت في بدايات انطلاقه يعني فيه فترات كده كانوا عملوا تقليص لعدد أيام المهرجان أصبح المهرجان لمدة خمسة أيام أو ست أيام نتيجة ظروف معينة منها ظروف اقتصادية لكن السنة دي بيعود المهرجان مرة أخرى لعدد أيامه اللي هي من 1 سبتمبر للختام في 11 سبتمبر وده كان هو عدد أيام مهرجان المسرح التجريبي منذ انطلاقه سنة 1988 وده مهم لأن تقليص عدد الأيام ده ممكن يفقد المهرجان صفة الدولية لأن انت عارف حتى كان المهرجانات الدولية على مستوى العالم بيبقى فيه رولز معينة للمهرجان في عدد الأيام في عدد الدول المشاركة فكان النقطة دي مهمة جدا أنها كانت الجديدة السنة دي لها عودة مرة أخرى لعدد الأيام بالإضافة عندنا السنة دي كان فيه برضو من الحاجات المستحدثة في المهرجان أن بدأ المهرجان شوية يحدث فكرة التعامل مع السوشال ميديا التعامل مع العروض أن في بعض العروض بيتم مثلا تصويرها وبسها على صفحة المهرجان يعني بقى فيه تعامل مع السوشال ميديا بكل بقى الفيسبوك والإنستجرام وكده عشان المهرجان ينتشر أكتر في كل الدول العربية ومصر وفي العالم كله لأن دي كانت بيفتقدها المهرجان في السنوات الماضية خاصة أن مهرجان المسرح التجريبي يعني شوية هو مهرجان نخبوي يعني العروض بتاعته نخبوية لأن مازال برضو المسرح التجريبي مش زي مهرجان المسرح القومي اللي هو الناس كلها بتروح تتفرجع العروض بتاعته طيب حتى تاخد ده بقى النقطة مهمة جدا ونوضح للناس الفرق ما بيدي المسرح التجريبي والمسرح القومي المسرحات اللي الناس متعودة عليه بصوا التجريب في المسرح يعني معناه أنك بتجرب حاجة جديدة زي أنت متجرب أي حاجة في أي مجال يعني ده المعنى المبسط قوي عشان نوضح للناس يعني أن أنا ممكن مثلا في عرض المسرحي أستغنى عن اللغة يبقى أنا بوصل المضمون بتاعي أو رسالة أنا عايزة أقولها من خلال عرض المسرحي مثلا بلغة الجسد أو ممكن أنا أستغنى عن الدكور في عمل مسرحي بس هو مش مجرد استغناء لمجرد أنا عايزة أعمل حاجة يعني من أنا بجرب لازم برضو بيبقى ليها فلسفة وبيبقى ليها فكر معين أنا ليه عملت ده يعني هو عموما في الفن نفسه أنت ممكن تعمل أي حاجة بس تقول ليه أنت عملت ده مناسب النص بالزبط فهو التجريب أنك تجرب في كل عناصر العمل المسرحي بحاجة مختلفة عن ما هو سائد في المسرح التقليدي وده فعلا هتلاقيه في العروض اللي موجودة هذا العام يعني لو الناس تبعت أو لو في حد تفرج على العروض هتلاقي أن في عناصر تجريب في عروض كبيرة جدا يعني أنا شفت عرض إماراتي مثلا هما استغنوا عن فكرة اللغة يعني ما فيش كلام زي ما إحنا بنتكلم كده زي ما كلم مع حضرتك هما استخدموا الزغروطة عارف الزغروطة بتاعة الأفراح طبعا هما خدوا فكرة الزغروطة دي هي بتدريبات معينة أنها بتعبر لك عن الكلام يعني حتى هو العرض نفسه اسمه زغروطة فده كان عرض شوية كان فيه عنصر إيه يعني إبهار كده للناس إن هي قادة تتفرج على العرض وعلى فكرة كان كوميدي لأن هما بيستخدموا الزغروطة أن يعبر عن الكلام أنا طبعا مش عارف أقول لك إزاي بس هما نفسهم تدراموا عليها فكان عرض مميز يعني فيه برضو كان فيه عرض أنا شفته من العروض من الإكوادور كان عرض برضو مميز جدا وكان فيه عناصر تجريب بقى في الدكور يعني هما كانوا عاملينه في قاعة والجمهور كان قاعد حوالين الممثلين يعني كأنك أنت في حضن المسرح نفسه يعني مش فكرة بقى المسرح العلبة الإيطالي اللي هو أنت قاعد على كراسي وقدامك المسرح بتاع المسرح بتفرج على عرض لا أنت قاعد حوالين الممثل هو أشبه بما يسمى مسرح الغرفة فالمسرحية كانت قريبة جدا من الناس لأنه كان بيتكلم على موضوع عن علاقة الرجل بالمرأة وإزاي أن الرجل مثلا بيتغير بعد فترة فكرة الزواج ومؤسسة الزواج والتغييرات اللي بتحصل بعد كده في العلاقات وكده فكان عارض كويس وكانوا برضو مش مستخدمين اللغة قوي مستخدمين التعبير الحركي والتكسيد عن طريق الرأس يعني الفن دايما بينقش قضايا مجتمعية إيه القضايا المعاصرة اللي يمكن نقشها العروض أو نقشتها العروض اللي تقدمت في المهرجان أبرزها يعني آه لا قضايا كتير جدا يعني كان أبرزها مثلا أن عرض الافتتاح اللي هو العمل والأستاذ وليد عوني اللي حتك أشرت ليه في المقدمة هو كان عرض بيتناول يعني القضية الفلسطينية بيتكلم على الأحداث اللي بتحصل في فلسطين والأحداث اللي بتحصل في غزة والجميل فيه أنه هو برضو كان من خلال تعبير حركي يعني الأستاذ وليد عوني هو أنشأ مدرسة الرأس المصراحي لحديث فهو كان عامل عرض بتاعه لوحات بتعبر عن كل الهموم وكل القضايا اللي موجودة في فلسطين وكل المعاناة اللي بيعنيها الشعب الفلسطيني فده كان من الموضوعات فيه أيضا عرض من جنوب أفريقيا بيتناول قضية الماء وإزاي أن المية دي هي الحياة بالنسبة للإنسان وبيتناولها بشكل إنساني فيه برضو من العروض اللي موجودة هتلاقي فيه عروض عن نصوص عالمية زي مثلا مكبث ده عرض مصري بيمثل مصر اللي هو اسمه مكبث المصنع هو المخرج متناول أحداث قصة مكبث لشكسبير داخل مصنع أنا بس أحداث مكبث بس في مصنع بس هو عمله بقى بطريقة جميلة جدا إنه هو متناول موضوع الثورة الصناعية المكبث الأصلي كان فيه شوية تلميحات كده واسقطات على الثورة الصناعية هو هنا بقى عامل الموضوع على الثورة التكنولوجية فهو خد من القضايا الموجودة في عصرنا الحالي وراح عمل لها إسقاط على النص بتاعشكسبير فالمهرجان فيه قضايا كتير جدا يعني كل عرض بيقدم هو بيحمل قضية لدولة معينة وهم للدولة اللي هو جاي منها بالإضافة لطبعا الهموم الإنسانية يعني هتلاقي فيه قضايا إنسانية كتير جدا يعني من القضايا التحرس برضو كانت موجودة في عرض من العروض من القضايا هتلاقي قضايا العلاقة بين الرجل والمرأة طبعا دي كل عروض كتيرا بتتناولها الأبناء وعلاقتهم بالأباء وعقوق الأبناء للأباء يعني كلها قضايا إنسانية وقضايا يعني تنفع أنها تقدم لكل دول العالم طيب ده بالنسبة للعروض هل فيه فعليات تانية في المهرجان خلال 11 يوم؟ أكيد فيه فعليات طبعا مختلفة منها الورش فيه سبع ورش واثنين مستر كلاس الورش بقى في التمثيل واللي بيدي الورش دي مدربين من كل دول العالم يعني من اليونان ومن ألمانيا ومن السويد من كل الدول والورش متنوعة ما بين التمثيل ما بين السينغرافيا والديكور ما بين الإضاءة ما بين فكرة إزاي أنك إنت تعمل مسرحية بإنتاج بسيط يعني فيها عناصر مختلفة جدا برضو وماشاء الله يعني فيه ناس كتير قدموا في الورش دي متدربين وبيكتسبوا بقى الخبرات دي من هؤلاء المدربين العالميين لزي ما قلت لحضرتك نوع من كل دول العالم بالإضافة فيه مستر كلاس برضو ده موجود في المهرجان بيتناولوا بقى قضايا من قضايا المسرح وبيتم المناقشة فيها أو فنان مثلا مصرح كبير متخصص في مجال معين بيشرح بقى وجهة نظره في المجال وبينقل خبرته من خلال هذا المستر كلاس ونجاح الأعمال بيبقى بناء على إيه؟ يعني إيه المعايير اللي بيتم بناء عليها يعني اختيار الأعمال النجحة؟ هو اختيار الأعمال من البداية من خلال لجنة لجنة اسمها لجنة المشاهدة والاختيار بتجمع متخصصين من مجالات مختلفة يعني بيبقى فيها كاتب بيبقى فيها مخرج بيبقى فيها مهندس ديكور بيبقى فيها موسيقي دي لجنة بيكونها المهرجان قبل انطلاقه واللجنة دي بتتلقى كل الأعمال المسرحية اللي يعني حبى أنها تشارك في المهرجان وتشارك في المسابقة الرسمية وهذه اللجنة بتتم بقى اجتماعه بيشوفه العروض وبيشاهدوه بيبدأوا يختاره بس هو الاختيار بيبقى قائم على فكرة برضو عنوان المهرجان احنا عندنا عنوان المهرجان ايه؟ مهرجان القاهرة الدولي لمسرح التجريبي فالاختيارات بتبقى قائمة على ايه عنصر التجريب الموجود في هذا العرض بنيجي بقى بعد كده في العرض هل بيبقى في شرح مع كل عرض مثلا ليه عملنا الفكرة دي؟ لا ما في شرح هما اللجنة بتشوف العرض هما متخصصين بيقدروا يحكموا ان مثلا العرض ده هنا المخرج عمل عنصر تجريب مختلف انه هو مثلا استغنى عن الدكور خالص واستخدم الممثل نفسه انه هو ليه بقى الدكور يعبر لك وفين فتفهم الدكور ايه؟ وعلى اساسه نختار المكرمين المكرمين لا المكرمين بتتكلم على العروض المسرحية زي بيتم اختيارها انها تشارك في المهرجان فانا بقول انها بيتم اختيارها من خلال انه لازم يبقى في عنصر تجريب في الموضوع ان المخرج ده عمل حاجة تجربية جديدة مختلفة عن ما هو سائد او ما هو تقليدي في المسرح بعد كده بقى العروض دي بيتم عرضها وعايز اقولك ان فيه اقبال كبير جدا على العروض يعني فيه عروض الناس ما بتعرفش تدخل وده انا شايفة ظاهرة انا بحب قوي الاعمال اللي فيها فلسفة يعني بتبقى لطيفة قوي بيبقى على فكرة بيبقى دمها خفيف جدا لما تبقى بتمس حاجة كوميدية او بتتعارض بطريقة كوميدية فيه كتير اوه فيه فعلا اعمال كتير في المهرجان فيها العنصر اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده لكن المكرمين بقى لحضرتك بتسأل عليهم دول بيتم اختيارهم بقى بناء على يعني تجربة هذا الفنان يعني بيشوفوا تجربته في المسرح هو عمل مسرحية كام عمل ومش بالكم وهو برضو بالكيف يعني مش شرط ان يبقى كام كبير ممكن يبقى كيف ومضمون جيد هو عمله يعني ممكن واحد يبقى عشرين مسرحية بس واحد تانية عمل خمس مسرحيات بس كان لهم تأثير كان لهم يعني عنصر الابداع فيهم مختلف الزبط فالمكرمين احنا عندنا حوالي يعني 14 مكرم من مختلف دول العالم كم منهم طبعا من مصر الاستاذ محمود حميدة النجم الكبير ويمكن في بداية الاعلان عن اسمه ان هو مكرم في المؤتمر الصحفي في بعض الناس اللي يعني على السوشيال ميديا كتبوا يعني ان محمود حميدة يعني نجم سينمائي ليه يكرم في مهرجان مسرحي لكن طبعا تم توضيح ده من خلال بيان صحفي من ادارة المهرجان ان لا محمود حميدة هو نجم مسرحي في الاساس هو دارس مسرح وكان عنده فرقة مسرحية وقدم عروض مسرحية كتير جدا على المسرح القومي وشارك كبار النجوم في الاعمال المسرحية بتاعتهم لكن هو عشان ابتعت فترة عن المسرح ويركز في السينما فالناس نسيت والاجيال الجديدة بالتحديد نسيت ان هو اصلا مسرحي في الاساس وده يمكن ايه برضو بيحصل في المهرجان القومي للمسرح وفي كل المهرجانات المسرحية اللي ما يتم الاعلان يعني أقول لحضراتك أنا كنت في سنة من السنوات كانوا بيكرموا إلهام شهين في المهرجان برضو بس المهرجان القومي للمسرح ناس كتير قوي حصل لغط على الفيسبوك وإيه علاقة إلهام شهين بالمسرح أنا عايز أقول لحضراتك أنا بقى تشرفت يعني بأن أنا عملت كتاب مخصوص عن إلهام شهين في هذا المهرجان كتاب تكريم يعني وضحت فيه بقى أنها فعلا مصرحة بس يعشان توقفت عن أنها تقدم مصرح من ألف تسعمائة تقريباً خمسة وتسعين أو ستة وتسعين فبالتالي الناس ما عرفتش إنها عملت مصرح لكن هي أصلاً الفنانة الوحيدة لخريجة أداب مصرح لخريجة معدار الفنون مصرحية وعملت أكتر من خمسة وعشرين مصرحية فهي بس الناس ذكرتها وما بتسعفهاش خاصات الأجياء الجديدة أن كل الفنانين على فكرة هتلاقيه في الأول هو بدأ مصرح يعني الفن بشكل عام هو دايماً بيكلمنا عن حقبة زمنية بيحصل فيها المجتمع عامل إزاي بنفهم الشعوب عاملة إزاي من الفن يعني مهرجان الفنون أو المصرح التجريبي يعني أنا بالنسبة لي عجبتني قوي الفكرة وعجبني قوي اللي أنتو بتقدموه أكيد حاجة تحترم جداً إحنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا وطبعاً الأستاذ جمال عبد الناصر كاتب صحفي مشرف على الأعلام بمهرجان المصرح التجريبي متمنى أكيد التوفيق لكل الأعمال المشاركة شكراً جزيلاً يا فانسوكراً